يشب عفوظ الله راجب يشب عفوظ يشب عفوظ صحابي حظ يشب عفوظ صحابي حظ الدارك يختطف شقيق أنور مارك بعدما أخلص بيله قارب الحقيق كما كنا فكرنا هذا يومين قلنا باللي الدارك فرقة الجير تدخل سريع تجدوه على خبسة على الصباح من بيت الحاج من بروك عبد المالك 90 سنة في عمره مجاهد إنسان رب أولاده على الوطنية تجدوه على على حفو الوطن تجدوه على داره تجدوه لزوجه ولاد ما يزاله راح و جابوله فرق الكبير ليس كما كانوا حتى علاقة بالبوليتيك وزوجه ولاد الخرين كانوا لقوا في الدارك خرجوهم تجدوه على حفو الوطنية تجدوه على حفو الوطنية وقدوه و حفو الوطنية فرق الكبير هكذا يعني لا يزاله تجدوه خرجوه من الدارك على جرخوه لا يزاله الكبير تجده في الهم عندما تجده وكاتب رسالة لطيفة وكاتبوا نحطوا له إيهانة كي عند اليوم الصباح عند قضية التحقيق كدول الإنساء أو إهانة الرئيس الإنسانة لطيفة جداً يشكوا فيها يشكوا فيها الأخرين دعوة المظلوم دعوة إجزاء منها إحكال للقضية التحقيق قد تحقيق شاب بليسيد يعالج في نفسه ينحي في الضمان يعني كتابات ما فيها حتى شيء يسيل دارك كل المؤسسة وللنظام قالوا روح تروح ودروا تحت الرقابة القضائية يعني راح كون سمينة بوانتين كي خرج سبع سيارات دارك هذو كبار هذو لاندروفر هذو سبع تقول الكابون أخطفوه حطوا فيها وجروا بين المقر دارك يراه أيلته وخابته وابني عمه هذا عرش هذا عرش كبير قال أمه قال أمه شيء إذن خبروا نحاج بابا وفراحوا وقدعوا وقالوا أخادوا ويجدوا بشيديوا طعام بربوشة وقدعوا يفرحوا إيه قالوا ومشكة قالوا لا يسيني وحد ورق ويخرج وحد نص ساعة ويخرج ونص ساعة 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 يتدسوا إياه يراه قالوا لا عنده قضية وحد أخرى في المحكمة العسكرية في قصمبرينا ما قضية لا ما قضية هذا خرج من الجيش عنده أكثر من عام إذا كان عنده مشكل مع القضاء العسكري كانوا نار نار اللي وقفوه حطوه شر في التوقيف هو أخوه كانوا يحيلهم مع المحكمة العسكري لا شفتوا يا ناس الدورة اللي ما فيها قانون غابة بعد يأتي يقول لك الجزائر قوة ضاربة قوة ضاربة تحقر مواطن قوة ضاربة تحقر مواطن هذا جاي قوة ضاربة تحقر فيه تخطف فيه حتى أنه وحسب سبع لندرفارات شدارمية لسوس الخسرين وعليه وهذه شدارمية المجندين مجندين وخسروه على شوية حبيب أعطاه لديد شريعة شربوا واحدين لأنه المرأة مشتاقين شربوا الحبيب ككل جزائر ككل جزائر جير إنهي لأمان وقدار ويا الحكاية ويا واش لأنه كاين قوضات تحقيق أرجال وأنا شفت وعرفت منهم أنهم الأسترحاجي دائما نتكلم عليه وكتب تعريف لما خادش ميرو لأنه في الوقت اللي كان يقول له ديروا في الحبس ونبعد في الميلف هو ما بغاش خرجنا لرقابة قضائية ونبعد هو اللي قال المحمد يقول المحمد يالك ديري رسالة بيش نرفعها قبل قضاء فحلول ما كانش ومو غضوة كي رحت عنده لأنه قال يروح غضوة ورح يجب محمد تاك وارواحك قال له كانت برح في الحسن ما بتش نرفك هذا كان في سنة 94 سنة 94 قال له ما بتش نرفك لأنهم اخترقوا خمس قوانين خمس قوانين انتهكوها باش يوقفوني ويدوني عندي يجنسل يجنسل كان يجنسل كان يجنسل يجنسل كان يجنسل كان ملك السايح هو اللي قال له ميلف بمعرفي اللي قتل بوضياف ومن ثم يكمل ومن خرجوا ومن ثم يجنسل كان يجنسل في بوردو كان يجنسل في تونس ايه كافؤوا وكان داخل قلوب بن حمون كان هو نائم وكيل الجمهورية وكيل العام كان هو البيجاء البيجاء كان يجنسل وكان يزعم لأنه كان عامل التوفيق ديه كان يلح وكان يفتح فيه الدوع وكان نفس ما كان العادل عبد المالك يجنسل لكن الشاحنين يجنسل من فوق يجو يخطفوه وعوامر طبعاً ويجدولوا قضية القضية ما وش عنده قضية هذا ما هو سيفيل انتراك حارموا ما الماعش من الضمان اجتماعي من تردو مثلاً نورمال مون وكان يأتي دولة دولة قال سيد هذا فينال مون عندما سمعوا قاضي الحقيق رأيت سيد عبر على قضية مظلوم اشكالي انه مظلوم يا أخي نرروا لك الذي كان دولة تسمع الشكوة على المظلوم يا أخي هنحو عليك الظلم هنردوك 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 في اليمام يقولون هنردوك 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 وهنردوك هنردوك الرقم كانت كبيرة إلى ذلك وقالوا من خارج هنردوك أخار وردوك ورب يحرم الظلم نفسه وي نضع وعلى ذلك نقول له هنردوك كانوا يغلقون هذا الوقت فى من السكت و قالوا هم اردوهم المناصب و منحوا عليهم الظلم و عوضوهم الشيري راح لهم قالوا لا والحرام يبقى ولد حرام و ما هو مش غالطين و بالنسبة لهم الظلم جزء و اسلوب حكم شلوب حكم العلاية الظلم بسم حكم حكم العلاية هو الظلم منسبة لهم هم مش غالطين و شو يسلحوه و شو يسلحوه و و شو يسلح من منسبة لهم غلطة هذا هو الواقع و منسبة لهم هذا سي ظنك او بينيدين جادار ميام إذا قد تحققها أوامر ما تقال فيها حتى أدراه إذا الحمس الإحتياطي هم بعد يحاكموه يضربوه بعشرين سنة أو عشر سنة أو عشر سنة أو عشر سنة إن شاء الله ترحل عيسى بها هذه ترحل ما ترحل إلا إذا رحلها الشعب إذا خرج الشعب ترحل إنه ما حدث اليوم العاد العبد المالك يحدث لأي جزائري وكم من جزائري تضرم؟ كم من جزائري تخطف؟ كم من جزائري تخطف وما رجعش؟ هذا الأقل على بالنا خطفوه جدارمية وقاله الدولة على المكان اللي خطفوهم وما رجعوش حطوهم إكس أرجيريان وحطوهم فيش كاراكحنا وحطوهم جبار عسين بولحيا وحسان وناصر الجن وجمعتهم هذه جبار اليوم وحطوهم وحطوهم في السيبلة تذهب إلى أين تذهب؟ لأنه دعاوي الشر دعاوي الشر مورا لذلك أتكلمون كنا سي جبار بالتفصيل بعد الفاصل يجب أفرد الله الرحمن يجب أفرد يجب أفرد صحابي حق يجب أفرد صحابي حق صحابي حق صحابي حق